من المشكلات اللي بتؤرق المجتمع المصري والأسرة المصرية بشكل عام المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية دلوقتي هل نتكلم مع حضراتكو عن الوصاية والولاية تشريعات والقوانين المتعلقة بيهم كانت من القضايا اللي بتصير جدل كبير جدا والحقيقة ان القضايا دي يمكن برزت بشكل كبير خلال الفترة اللي فات تحديدا في رمضان بعد المعاناة اللي عرضها مسلسل تحت الوصاية للفنانة منزكي اللي بعتبر كده حجر ألقي فيه المياه الراكدة لتحرك حقيقي يعني ده خلنا يعني أو فتح لنا عيوننا عن يمكن مواضيع أو موضوع مهم جدا جدا كنا نخفل عنه موضوع بتعاني منه سيدات مصريات كثيرة جدا جدا الأسبوع اللي فات ناقش أو ناقش الحوار الوطني المسألة دي وتشرعتها ووجهات النظر المختلفة بخصوصها ده خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الوصاية والولاية وبنقشتها في جلسات الحوار الوطني ومعانا نورنا في الستوديو النائبة إيمان الألفي عضو تنسيقية شباب الأحزاب وسياسيين واللي شاركت في الجلسة وأيضا نائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب وأحدى المشاركين أهلا بحضرتكم ونورنا يعني في البداية إحنا حابين نعرف أهمية منقشة وطرح هذه القضايا إحنا القضية دي بالذات تم طرحها ومنقشتها وزي ما يمكن شازلي كان قال من بعد طبعا مطرحة المسلسل هذا الموضوع المهم جدا وتعاني منه سيدات مصريات كثيرة جدا أهمية طرحه ومنقشته في جلسات الحوار الوطني وطبعا القوانين المتعلقة به إحنا كمشاهدين النهار دا إحنا حابين نعرف من حضرتكم القانون بنص على إيه إيه المعاناة اللي بتمر بيها السيدة خلينا نتكلم عن المعاناة الأول كمان بسم الله الرحمن الرحيم أنا بشكركم على الاستضافة الطيبة بصبح عليكم على السيدة المشاهدين وعلى مصر كلها جلسات الحوار الوطني كانت خاصة بقانون الوصاية على المال بالجزئية بتاع القانون 119 لسنة 1952 واللي بيمنح الوصاية على المال للجد بعد وفاة الأب دون الأم وده بيسبب مشاكل كتير طبعا في الأسر المصرية لأن غالبا هي الأم القائمة على البيت وعلى أولادها وهي أقدر على الرعاية وعلى أوجه وإنفاقهم وهي الأدرة بمشاكلهم فلما بتقول الوصاية على المال الجد بيحصل تضارب ما بين لتنين وبتحصل مشاكل كتير جدا وإحنا يمكن زي ما حضرتك قلت النقوص اللي دق بصورة مرعبة ومفزعة في رمضان الماضي كان بمسلسل تحت الوصاية وكانت المؤلفة الشرين غالب موجودة معنا وفجأت إنها أرمالة وكان هذا الورق اللي كتب بحنكة شديدة وبمعاناة كلنا لمسناها في البيوت المصرية كان من أرمالة للأسف تجربة شخصية هي طرحتها على الورق عشان كده كان فيها مصدقية بالضبط كان فيها مصدقية غير عادية طبعا أنا شايفا ده مطلب كافة الكائنات النسوية في مصر إن إحنا محتاجين فعلا نغير القانون ده لأنه قانون مكحف وظالم يعني يكفي الأطفال القصر مرارة فقد الأب سيد نايمة أنا هستأذن حضرتك حفصة حاجة يمكن تكلمنا فيها إن حضرتكم كمان مريتوا بهذا الظرف في الطارق يعني اللي يمكن مؤلم لكم كسيدات أنتو تشوفوا أن أنتو هو أنا مانفعش يعني أن أنا بقى وصية على أولادي أن أنا أبقى فلوسهم أنا أمينة عليها فمعاناتكم إيه أنا حب أعرف ده والله المعاناة بتكون طبعا فقدان الزوج دي كاريسة أو شريك العمر دي بتبقى كاريسة كبرى وكلنا يعني مرارة الفقد دي مرارة بالنسبة للزوج أو الأطفال لا تضاييها مرارة ولكن ظروف الحياة بتتطلب كأم أنت بتقومي بالدورين أن أنا هقوم كأم وأب بالنسبة للأطفال بالنسبة لي ممكن الأمر مختلف لأن الوصاية المالية كانت لها ولكن نتيجة أن الأب كان برلماني سابق وكان عنده تركة كبيرة فحصر التركات حتى هذه اللحظة بعد الوفاة بسنتين ونص أنا بعاني فيه بعاني من المحاولات بعض الأقار برغم الوصاية معايا للاستلاء على أموال القصر ودايما فيه مشاكل كتيرة جدا ولكن أنا يعني صمدين فبالنسبة للمرأة المصرية في هذه النقطة فيه فيه صعوبة بعد وفاة الأب فيه صعوبة في حاجات كتير جدا سواء في الولايات التعليمية في حصر التركة في المشاكل المتعلقة بإثبات أصول التركة أحيانا بيكون فيه تعنت من الأقارب في إخباء بعض المستندات فبيطلبوا بتسلسل الملكية طيب الأم هتجيب الأوراق دي منين وتتحصل عليها منين وإن كنت بتناقش مع علي النائبة وتناقشنا قبل كده إن المفروض بعد قانون الشهر الأقارب وبعد القوانين الميسرة للحياة والميسرة للأمور الحياتية المصريين إن إحنا نبتدي نتعامل بطريقة أفضل إن إحنا نبتدي نتعامل بآخر مستند مع الأم يعني أحيانا بيلجأ بعض الأقارب لإخفاء المستندات الهامة حول التركة طبعا إحنا آخر مستند مع الأم اللي تقدر تثبت به ملكية الصغار لهذه الحصر التركة تتقدم به صحية سيدة نائبة مهم نعرف المشرع في هذا التوقيت في قانون 119 لسنة 52 مرة ليجي 70 سنة تقريبا مهم نعرف المشرع كان غرضوا إيه من وضع هذا القانون استند على إيه في وضع هذا القانون أنا أولا بس أحب أشكر الدراما المصري هي أنها بدأت طلق الأضواء على مشاكل واقعية يعني أنا بقى لي سبع شهور بعمل في تعديل تشريعي في قانون وليع المال حذر كمان أرمالة شهيد أنا أرمالة شهيد وجائز كان الظريف أن أنا الشهيد عندي اسمه عادل فالكل كان متوقع أن أنا مثلا عشان المسلسل لا أحنا بصراحة في التنسيقية بقى أننا أكتر من سبع شهور شغل على مشروع القانون ده وبالرغم أن أنا ما قابلتش صعوبات لأن أنا كنت ولي على طول ولي شرعي لأن الجد متوفي وما كانش عندي صعوبات بالعكس في الأوراق السبوتية وكده لأن كنت معايا بس من خلال أن أنا بقى لي سبع سنين بتورد على المجالس الحاسبية لإجراءات يعني أقول لك حفاظ على أموالهم بصور قانونية وكان عشان تعمل الإجراء ده ممكن تخش المحكمة ست سبع مرات زي إيه فندما يقل إجراءات هقول لحضرتك أولا حساب القاصر ده يعني عشان بس ما نخفضش السؤال الأول هو اللي كانت الفلسفة والفلسفة على فكرة فلسفة التشريع ده كويسة جدا يعني الحفاظ على مال القاصر بس المشكلة إن من 52 بقى لنا أكتر من 71 سنة لم يتغير هذه الفلسفة مع بقى تغيير العصر مع تغيير طرق الاستثمار الأمنة اللي بقيت موجودة زي ما هقول لحضرتك بقى زي إيه الحساب البنكي اللي بحط فيه مال القاصر حساب 7% فايدة استوقفتك كيرا 7% فايدة فكان كأم قاصر عايزة أنامي فبروح أطلب شهادة بنكية الشهادات اللي بيزورها البنك المركزي وأمنا أولا الإجراء ده بياخد معكي شهرين تروحي لأول المحكمة تطلبي طلب عشان يديكي إقرار تروحي بي البنك عشان البنك يقولك الرصيد قد كده ترجعي تاني المحكمة تطلبي طلب من القاضي إن أنا عايزة أفتح شهادات بنكية ليهم ودي الأرصدة هي بدون سحب عائد لأن في حالة سحب العائد بتخشي لوكيل النيابة يسألك هتسحبي عائد ليه طب أنا أعملها دايما بدون سحب عائد أرجع تنزل رول محكمة واستنى يحصل عليها التصديق الرول ده بياخد شهر وعندما يحصل التصديق ده بتغديه بعده بأسبوع ترجعي تروحي بي البنك تاني عشان تخلصي الورق هناك وبعد ما تخلصي بتغدي شهادات تاني ترجعي ودعيها في المحكمة فاللفة دي كلها في ظل إن فيه فرص استثمارية زي الشهادات اللي بتحصل 18% وكاتل 20% بيبقى مدتها شهر ففيه خسر بيديع عليهم أموال بسبب الإجراءة وده كانت من أحد التعدلات التشريعية اللي أنا اشتغلت عليها إن يقبى التعامل مع البنك مباشرة إلا في حالة السحب حالة أنا هسحب من العوائد أرجعني للمحكمة ويسأل لأنا بسحب من العوائد لي وده لمصلحة القاصر أنا ما عنديش مشكلة في القانون أنا عندي مشكلة في تقادم القانون وتقادم أفكار اللي موجودة في القانون طيب هو محتاج تعديل؟ القانون محتاج تعديل؟ أنا فعلاً تقدمت بتعديل في المجلس في بعض المختصين بيقولون إن القانون ده مش محتاج تعديل وإن الأم ممكن تروح تطلب إلغاء الوصاية أو سحب الوصاية من الجد لو ثابت إنه غير أمين فيه ناس بتقول إن الموضوع أبسط إن إحنا ندخل في إجراءات تعديل قانون فهل ده بالنسبة لكم إيه؟ والمشكلة إحنا مش بنشكك في أمانة حد لكن إزاي يكون الجد هو المعنى بالوصاية والأطفال عايشين في حضانة الأم هي الأضرب بأوجب أنفاقهم الأضرب طلباتهم هي الأضرب باحتياجاتهم كلها بخلاف كده إن القانون 119 صدر سنة 1952 يعني قانون بقاله أكتر من 71 سنة وعلى فكرة ده مش نتاج ما جاش بعد سور 52 ده من أيام الملكية دلوقتي يعني إيه؟ أجمد أموال القصر في ظل تغيرات اقتصادية عصيفة كل يوم وقتها كمان كانت المرأة كان فيه نسبة أمية عالية بالنسبة للسيدات بالضبط كان عدم خروج عدم اختلاط الأم ليها دور معين ما بتقدرش تتصرف دلوقتي الأمور اختلفت مرأة في عصر أها تذهب يعني أنا بنتهز الفرصة دي عشان أوجه الشكر لفخامة الرئيس عفتاح سيسي إن إحنا المرأة بتعيش أفضل عصورها في التمكين السياسي والاقتصادي إزاي بكونش وليه على أولاد القصر يعني قدر من يؤتمن على القصر هي الأم لا ويعني معلش هنا هقتمن العم أو الجد وش هقتمن الأم يعني هو كم من أطفال كانوا بيطلعوا فعلا يشتكوا على وسائل التواصل الاجتماعي من ظلم الأهالي يعني مع فيه تضارب مهمة أكملها مع حضريك برضو هو أنه الأهم عندنا ولاية النفس ولا ولاية المال تستقمنتها على القصر اللي هي الروح نفسها فأنت بالنسبة لك المال ده إيه وبعدين إحنا في الجلسة لو حضركت في تكري إحنا عندنا ثلاث أراء فقهية أجمعوا إن ده أحق الأم عادي وإن ده اكتهد يعني معلش أنا عندي الشيخ سعد الدين الهلالي أظن يعني علامة دينية محدش يختلف عليه معالي الشيخ جابر طويع معالي الشيخ تورك كان عندي ثلاث مسايخ أقروا أثناء الجلسة إن لا حكاية التبعية في النقل ده اجتهاد وليس نص قرآني صريح أو حليص جداً لأنه أنا كان سؤالي لك في البداية كده اللي هو المشارع وأنا بسألك استند لإيه هل استند لرأي شرع مثلاً؟ فحضرتك قلت إن رأي الشرع بيقول إنه مفيش حرق هو أقرأ فقهاء مذهب فقهية مختلفة لكن هو البعض بيذهب لأنه ممكن تكون السيدة مثلاً أكثر عاطفة بالنسبة للأبناء أو في حال تزواجت مثلاً؟ لا ده قصة تانية أعتقد في حال أن يتزواج في حالة زواجها بيضبطها بالمشارع بيضبطها على أساس الولاية طبعاً أنا لا أحب أنها بعد الزواج طبعاً تكون الولاية المالية معها خاصة أن فيه زوج تاني يعني أهل الزوج وقتها أولى بأول ابنهم في أوجه الإنفاق ولكن في حالة عدم زواجها وده اللي بنلمسه في الأسر المصرية وفي الظروف الحالية أن الأم غالباً بتبقى هي المعنية بولادها وزي ما بنقول أنها بترفض الزواج أو الاستمرار معا طيب أنا دلوقتي قانون بقاله 71 سنة ماذا فقري لا يتعلق بالقرآن ولا السنة نحن ما بنبدل نصوص قرآنية وما بنجيش ناحية السنة ليه ما يكونش قابل للتغيير ليه تفضل النصوص دي جمدة وصندة كده تبوهات ما بنجيش ناحيتها فهو مش الموضوع أن أنا بس أغير وتكون للأم ولكن لا أنا محتاجة فعلاً القانون كله يتغير وما يخص قانون الأحوال الشخصية سواء للولاية التعليمية الوصاية على المال كل أوجه قانون أحوال الشخصية تعمل له باب كده قانون للأسرة فإحنا محتاجين هذا التشريع يعني وتشريع عاجل وإحنا تقدمنا بتعديل في هذا الصدد يعني برضو أنا بنتهز الفرصة وبقول أن القوى النعمة والدراما التلفزيونية ليها دور كبير جداً في الوقت الحالي في تحريك المياه كده مش بس في حكاية الوصاية على المال ولكن في أكتر من قانون يعني وبنتهز الفرصة برضو أن أنا أشكر نائب العام حمد الصغير أنه في رمضان قبل المواضي كان في مسلسل فاتن أمع الحربي تناول قضية التمكين وأن الست لما ينفصل وبلغش مكان فصدر قرار بأن التمكين يصدر خلال 15 يوم استجابة لهذه الحالات العاجلة فأعتقد أن الدراما بتساعدنا كتشرعين وكمشرعين أن نحن نوجد أفضل سبل أن نشرع القوانين الموجود يعني نقطة طبعاً مهمة تحسب للمتحدة الخدمات الإعلامية أن هي دايماً بتنقي كده المواضيع فعلاً اللي بتهم دلوقتي بنكلم عنها الهدفة اللي بتهم المواطن المصري يمكن أنا أتكلم مع حضراتكم بصراحة إحنا ما كناش رمسين المعاناة دي إحنا ما نعرفهش أنا كتير كنت بشوف الناس بتكتب على السوشيال ميديا معاناتها مع عمامها معاناتها مع أهل أي إن كان بقى الأم أو الأب إنه فيه وصاية فعلاً على الأموال ولنه الولاد دول ولي عارفين يعيشوا عيشتهم اللي كانوا عايشينها قبل كده يعني مش بس حصل لهم حالة فقد لا كمان هم مش عارفين يعيشوا زي ما كانوا عايشين يعني زي ما بيقولوا إيه مصايبورة بعض طيب إيه اللي حصل في الجلسة؟ يعني هل كان فيه توافق ما بين كل المشاركين في الجلسة على يعني تعديل القانون؟ هو كان فيه توافق كبير قوي في الجلسة وأنا يعني كان أحد التوصيات أن هم يدعموني فعلاً في موضوع التعديل التشريعي لأن أنا فعلاً تقدمت بيه في المجلس خلاص يعني هو بس هينزل مناقشة كان فيه توافق حتى من الكل أن الأموال دي ما ينفعش نسيبها في وضعها الحالي لازم نعمل صندوق استثمار الأموال القصر دول وطبعاً مدارع عن طريق الدولة يعني أنا حتى كنت في التوصيات كتبة أنه يدارع عن طريق الدولة ويكون فيه نسبة للإدارة حق مشروع وكتير من الدول العربية عملته ده بيأمن لهم حتى أنهما إحنا دلتنا مدورة على صوب الحياة كريمة فمبالنا بهذا القصر بعد ما يطلع ويبلغ أشده هل هيلاقي حياة كريمة بهذه المبالغ اللي مع الوقت بتفقت قيمتها لأن أنا سيبها وعمل عليها ركود فلا يعني الحمد لله الجلسة كانت موافقة جداً خرجنا بتوصيات كتير حلوة لصالح القصر وجايز أنا قلت في أول الجلسة كده كلمة طرهم يا جماعة إحنا بس عايزين نحطوا كلنا في عين الاعتبار إن الجلسة دي التوصيات اللي هتخرج بيها مش توصيات لحماية مواطن عادي إحنا بنحمي الأطفال اللي ملهمش أب توصيات دي هتوبة سند ودرع حماية لهم صحيح لها بعد آخر إحنا بس هنستاذنكم نروح لفاصل بس في نقطة مهمة جداً نحب نتكلم فيها بعد الفاصل واستدى المشاهدين أكيد اللي تعرضوا لمواقف زي دي أكيد لمسين حاجة زديدة لو في طفل مثلاً من الأطفال القصر عليه وصاية وحب يشتري حاجة مثلاً وليكن الحاجة دي جهاز كمبيوتر يساعده على المذاكر يعني مش هنقول حاجة بقى كبيرة يعني الجهاز كمبيوتر موجود في كل بيت دلوقتي حاجة كبيرة جداً ما هي الإجراءات؟ حاجة كبيرة جداً واضح من الإجراءات بتعديها على ما يبدو أن الموضوع الكبير مش مسألة حتى الرقم أو المبلغ نفسه لا الإجراءات نفسها ممكن تعدي فترة احتياجه طبعاً نحتاج نعرف التفاصيل يعني بالزبط إيه اللي بيحصل بالزبط من أول ما يحتاج الطفل ويطلب من جده بقى مهو بما أن الوصاية مع الجد يطلب من جده وجهاز كمبيوتر الخطوات اللي جده كمان في حالة أن الجد متساهل معاه يعني برضو دي نقطة تانية في حالة أن الجد متساهل ومستعد أنه يعمل كده فده نقطة مهمة طبعاً أنا أعوز نعرفها من حضراتكم بعد الفاصل مشاهدين فاصل ونرجع نكمل فقرتنا مع حضراتكم لسه كلامنا مستمر مع حضراتكم عن الولاية بعد وفاة الأب وتحديداً الولاية المالية الناس بتجد صعوبة كبيرة جداً في أنهم يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي زي ما كانوا عايشين أو أنهم يصرفوا والبعض شايف أنه ممكن الجد يكون لي طريق التفكير مختلفة شوية لا الأم ما تاخدش لأن عندها ميول عطفية فممكن تصرف أموال الأولاد كلها فحالة من الجدل لكن الحوار الوطني مهتم بشكل كبير جداً بهذه النقطة عشان نجد لها حل بكل تأكيد يرضي جميع الأطراف كنت بتكلم مع السادة النواب اللي مش عرفينها دلوقتي عن البروزس أو يعني إيه الطرق اللي ممكن نلجأ لها وإحنا عايزين نشتري حاجة فكنت بضرب مثال مثلاً نحن ممكن لو الطفل عايز يشتري كمبيوتر مثلاً في قبل وقت أنت بتتكلم في رفاهيات كده تعال بقى نتكلم في العلاج لو عايز يعمل عملية والموضوع صعب للدرجة دي؟ الموضوع صعب جداً يعني بياخد أوراق كتيرة يعني ممكن بياخد طلبات طبعاً بتقدم بطلب للمجلس الحاسبي لو الطفل عايز عملية أنا بعض الحالات اللي جاءت لي أنا أساس قانون دولي فجأت أن هي الطفل عايز يعمل عملية لأ أنت بتعمليه في مستشفى حكومي ليه تعمليه في مستشفى خاص ليه المدرسة تكون تجريبة أو إنترناشنلا أو لغات ليه ما يكونش مستشفى حكومي مدرسة لأنه كان كده طب ما أنا هنزله دي مش مشكلتهم يعني المفروض المعاناة للصغير تبقى مع مرارة اليتم والفقد وفي نفس الوقت معاناة أنه يعيش في حياة أقل من مستوى هل ترحته يعني نقطة مثلاً أنه في حال أنه أياً كان بقى الأم تزوجت أو أي حاجة حصلت أن الولد لازم يعيش في نفس مستوى اللي كان يعيش فيه أياً بابا يعني إحنا بنتطلع لقدامه ونرجعش الوراء ده يعني سنة الحياة عمتاً إن إحنا بنتقدم كل واحدة عايز حاجة أحسن في حياته فعال أقل لما نزلش الأطفال دول مستوى كانوا يشوفي هل ترحته النقطة دي أن الأطفال يحافظوا على المستوى اللي هم محافظين عليه فلو هم بيروحوا مدرسة لغات غالية فالجد شايف أنه وعلى الفكرة ده كتير بيحصل أنه الجد يكون شايف وليه تدفعي كل ده في المدرسة وشايف أنه هي مرات ابنه هي السبب أو هي اللي كانت تزنى على ابنه أنه يدخل المدرس الغالية دي هل فيه كده؟ هل ترحته النقطة دي للنقاش؟ طرحنا النقطة للنقاش ولاحظنا أنه فيه هاجس لما اجتمعنا وقعدنا كقوة مدنية وأحزاب سياسية كلنا تكلمنا كسيدات أغلب السيدات بيعاني من هذه المشكلة خاصة أرامل الشهداء وبعض الأرامل لقينا أنه هاجس أن الأم دي مصرفة الأم هتتجوز الأم غير أمينة على أولادها رغم أن أنا أتفق معالي النائبة إذا كنت بديته وليه على النفس الأهم من الفلوس إزاي أنا بقت منها على الصغيره وعلى حياته وعلى مستقبله وعلى إن أنا أصدر للمجتمع شاب ومحترم يقدر يقوم بكل أموره الحياتية وفي نفس الوقت أنا مش أمينة على أمواله فبالنسبة لي كانت كارثة ولقينا مشاكل كتير جدا ولقينا قصص كتير جدا وخاصة لو كان الأولاد بنات فدي بتبقى كارثة لما لهمش أخ ولد ما لهمش أخ ولد طبعا بيبقى مشاركة حتى في المنزل بمفاجئة أن بعض الجد والأمان بيشاركوا في المنزل ومصرين أنهم يحصلوا على كل ما تملكوا هذه البنات ويسلبوهم حقا وده شوفنا نماذج كتير جدا هو المفروض أنه يتم مراعاته وأنه لو بالفعل الأب سايب تركها تسمح بأن الأولاد تستمر في هذا المستوى يكملوا أما لو ما كانش سايب ورس يسمح بحاجة زي دي فما فيش مانع من أنهم ينتقلوا إلى ده وده ممكن يحصل حتى في وجود والدهم حتى لو كان على قيد الحياة الموضوع بقى أنا عايزة أعرف الإجراءات بتتم إزاي الإجراءات أولاً بتتقدم لمعاوين نيابة الحاسبية بطلب أن أنا عايزة أشتري كمبيوتر مثلاً أو لابتوب عشان الولد في مرحلة عمرية معينة طب ليه فانديم عشان هو دلوقتي بقى كل الشغل على التابلت طب تمام هتقدمي طلب بيترفع لوكيلي النيابة وبينجيب الطفل يسأل وسط محكمة وده اللي احنا طالبنا بيه أن لو سمحتوا محكمة الأسرة تخرج من بره المحاكم حتى ممكن يبقى لها لو عشان مثلاً دلوقتي مفيش إمكانية أن نحنا ننقل ونعمل محاكم مستقلة يبقى لها باب خارجي أنا ما ينفعش أخش بطفل من باب المحكمة شايف المتكلب الشايف اللي بتخنق معجوزها وبتصوت شايف اللي بتعايت على ابنها شايف مناظر يعني أنا كبيرة وبلغة ورشدة بخش بتأزى نفسياً فما بالك يعني نفسية الطفل ده وطريقة المعاونين يعني إحنا حتى طالبنا دورة تدريبية للمعاونين ما ينفعش أجيب أقوله يعني هي ممتك هتشتري لك اللاب توب ده فالولد يحس أنه في تحقيق فيحس أنه في تحقيق ويحس معلش هو دلوقتي مين خضوته في الدنيا هي الأم ففجأة أنا بخونك في والدتك بقولك هي هتشتري لك ولا محفظك كلمتين أنت متأكد أنت مش عارف إيه الاسطوب نفسه بيخلي الطفل يبص يعني أنا كان عندي مهندس ويعني حزنت هو كان داخل أولى جامعة ومحتاج لاب توب ضروري وراح حول والدته واخد الإجراءات وراح معها المحكمة عشان يتسئل بيقول أنا عيط أنا عيط أن أنا عملت كده يعني في والدتي اللي هي ربتني وتعبت علي وشئت علي هو ما يعرفش استدي دي بتعمل إيه لشاني هو حس أنه حط والدته في حرج أنا تسببت لك في أن أنا جعلتك متهمة وهي فعلا في ظل القانون الحالي أمام القضاء أو مش القضاء عشان يعني القانون واضح وصريح لكن كيفية التعامل عليه وتجعلها متهمة طيب نكمل بعد كده هم سألوا الولد أنت هل أنت محتاج للجهاز ده خلاص بقى بيرفقه وتراءة لي طب أنا عايز بقى في حدود كام جهاز بـ 12 ولا بـ 13 ولا بـ 15 طب ليه ما تجيبش أبه عشرة ويرجع ندخل تاني الخبير طب هو أنه فيه أجهزة بنفس السمات مثلا ممكن تكون أرخص بعدين أرجع أخذ موافقة نيابة الحاسبية ترفع قضية تكل حاجة بتعملها ترفع قضية المسمة حتى قضية قضية بمحامي أكيد لا لا هو على فكرة هو المحاميين ملهمشوا أي دور في النيابة الحاسبية عشان أوضح بقى هو بس آخره يجي يكتب لك الطلب أو الحاجة لكن كده كده الواصي لازم يروح بنفسه يمضي تمام فأنت حتى مش مديني فرصة أن نوكل حد مكاني عشان يتحرك وعلى ما تاخد دورها بقى القضية دي وتحكم فيها بالضبط بقى شهر شهر ونص بقى شهرين على حسب رول القضية اللي عندك على حسب ازدحام المحكمة من طبعا كتير جدا حتى كنا بنطالب أن يبقى فيه وكلاء نيابة محاكم حاسبية بس مش جنائي أو حاسبي عشان برضو الضغط ده هيسبب عليه تأخير في الوقت والإجراءات كتير جدا يعني أنت مثلا لو عايز تبيع أو تشتري حاجة عقار أو ممتلكات أنت ممكن تقعد في الخبرة ما بين 4 إلى 6 شهور ده خبرة بس غير أنت رافع قبلها بشهر وترجع تاخد القرار بعدها بشهر طب يا جماعة ما هو معلش أنا لو عندي حد هيشتري المشتري ده ما هو هيزهق ويمشي صح مش هيستنى بالضبط وخلي بالك أنت بتقع تحت إقرار الخبير بمعنى أن الخبير هيقوله منتمن في بيع أو شراء أنت ملزم به حتى لو كان العقار يجيب أقل أو أعلى من كده قولا واحدا واتفعلنا بقية الفلوس من عندي بقى حصرف حصل حصل في حلاك كتير عشان يتخلصوا من حاجة معينة فبتضطر الأم أنها تكمل بقية الفلوس عشان هي عايزة تخلص مثلا أرض عايز تشتري شقة عايز تشتري شقة لوجدها مثلا دلوقتي وقصار كويسة حاجة كويسة بالضبط هي بتلتزم بقرار الخبير وتكملي من معاك في شك ايه تاني نقاط غايبة عنها يعني ايه تاني نادة نقول أنه ظهر خلال المناقشات كانت غايبة عن المشاركين فمن خلاله ابتدى يعني يبقى فيه القاء للدوق عليها طبعا كان أهم حاجة استثمار مال الصغير لأن تجميده في البنوك وتركيده في ظل العامل الاقتصادية يعني كارثي احنا ممكن لأن أنا كده بضر بالصغير بالعكس مع الفط يعني الوقت الطويل والأمد الطويل أنا بضطر أن ألاقي أمواله ما بتسويش الربع أو النص فليه ما نستثمرش ننشئ صندوق لاستثمار هذه الأموال بالطريقة الأفضل مش مجرد يكون الحسابات السبعة في المية ليه ما تضطرش الأم أو الأم تكون قادرة على استخراج هذه الأموال من البنوك ووضعها في استثمار وأعلى فائدة بنكية ممكنة بما يحقق مصلحة الصغير ده هي مش محتاجة تروح تستخرج الأموال وده هي مفروض تلقائيا هذه الأموال تدخل على أعلى فايدة موجودة بما أن هدفنا هو الحفاظ طلبنا به الرقمانة أن المجلس الحزب أو نيابة الأموال نيابة الأسرة للمال أن يكون فيها رقمانة أقدم فواتير فواتير المدارس فواتير المستشفيات كل ما يخص الصغير عن طريق الكمبيوتر بدل مشاوير وبدل أن الطفل فعلا بيتأزى نفسيا من دخول أماكن يعني أعتقد أن من الصعوبة يدخل فيها في السن ده فليه ما يكونش فيه رقمانة ده اللي كنا طالبنا به بخلاف طبعا أننا نستثمر الأموال ده غير الولايات التعليمية ده فيه مشاكل في الولايات التعليمية ده غير بالنسبة لي سن الرجد يعني إحنا كان برضو تناقشنا في سن الرجد 18 سنة من الصغير بيتحاسب قانون الطفل حدد نهاية مرحلة الطفلات 18 سنة وأي جريمة بعد 18 سنة بيتحاكم عليه من حق أن 18 سنة ده يبقى سن الرجد أن يقدر الصغير يستثمر أمواله خاصة أن فيه مباشر 21 يعني لا لا أنا شايف أنه فيه نطج فكري بالنسبة للأطفال ده بيسوقه عنده 18 سنة بتحاسبه عنده حرية انتخاب ممثلينه في البرلمان وحرية اختياره الرئيس جمهورية بلده ما يبقى عنده حرية إدارة أمواله ويتزوج وإنه ممكن يتزوج 18 سنة أنا شايف أن ده سن مناسب جدا من الصغير يدير أموال مش واحد أشري نفسيات نائبة أنا شايف أن الموضوع عدى حتة المناقشة يعني أنتوا لازم نتاخدوا بقى خطوات أكتر وأسرع بكتير عشان خلاص يعني اللي حصل حصل والسبعين سنة اللي فاتوا دول خلاص في أجيال تظلمت مش عايزين نظلم أجيال جاية إيه الخطوات الجاية يعني اللي ممكن يحصل عشان نسرع من عملية خلينا أقول عدم الظلم لأطفال كتير قوي بتمر بهذه الظروف الصعبة أنا شفت في القاعة التي تم فيها منقشة الجلسة بتاعت الوصائع المال بصراحة يعني ننتهي الفرصة أقول أن الحوار الوطني كان خارج كل التوقعات ما فيش محاذير ما فيش تعليمات ما فيش أي ممنوعات فبالتالي كان سقف المناقشات عالي جدا تناول كل حاجة احنا عايزين قانون الأحوال الشخصية قانون متوازن يخص الأسرة يخص الصغير يسن الرجد الطلاق الانفصال كل ما يخص المرأة والأسرة المصرية يعني هو برضو الحوار الوطني لما عمل ثلاث محاور محور المجتمع المحور السياسي أنا شايف أني أشدهم خطورة المحور المجتمع لأنه خاص بكل أسرة بيدخل في أدق تفاصيل كل بيت هو المعنى دي كل ست وكل راجل في مصر فإحنا محتاجين ثورة في التشريعات اللي تخص المرأة وخاصة فيما يخص الصغير يخص سن الرجد يخص كل ما يعني كل ما يخص الأحوال الشخصية ويخص الأسرة المصرية عايزين تعديلات تشريعية عظيم حضيك قلت أنتم شغالين في التنسائية على تعديل القانون بقى لكم سبع شهور دخل فعلا المجلس وأتمنى أننا ننزل ندر للعقادة الجاي ينزل بقى يتنقش داخل المجلس وينزل جلسة عامة عظيم لأصدوم أنتم دخلين للحوار الوطني دخلين ومجهزين أنا تقدمت بيه أصلا من رمضان التشريع ده دخل رمضان دخل المجلس فعلا تمام من خلال حضور جلسات الحوار الوطني حاسين أنه هيكون فيه تغيير وتغيير سريع كمان لأن احنا مش هنقدر نستنى أكتر من كده بوس أنا أقولك الأحاكتين أولا لما عملنا الجلسات داخل التنسائية النقاشية إحنا خرجنا بعدة مشكلات وجايز ندرجناها توصيات في الحوار الوطني اللي بأمل أنه هيصرع معايا الموضوع شوي يعني مثلا زي طبعا التعدلات التشريعية عدلنا فيها سن الرجل إن ينزل من 21 إلى 18 عدلنا فيها إن الشهادات البنكية تعتمد من البنك على طول إلا في حالة الصرف رفعت فيها غلصت وقبت التبديد لكي أن الناس لا تفتكرش أن أنت عشان أرملة عايزة تكلم بها في النقطة ذي تكلمنا عنها حاجة للسيدات لا إحنا غلصنا عقوبة التبديد عقوبة التبديد كانت في القانون الحالي 100 جنيه أو عقوبة تحبس أقصاها سنة يعني عقوبة لا ترتضي أنا بقول له خد بد أو هو أياميها كان ده مبالغ لا ترتقي للجرم اللي هو بعمله فعل لكن دلوقتي أنا رفعت غلص يعني غلصت العقوبة بتاع التبديد أقل حاجة سنة وارتفح حتى ثلاث سنوات أقل حاجة مبلغ مالي 10 تلاف جنيه وارتفح حتى مئة ألف ويمكن الجمع بين العقوبتين دي ما كانتش موجودة في القانون القديم أفرد مثلا عندي مليونير ملياردير فيبلغ لا حق القاضي أنه يجمع أو بنأغوز عقوبتين بالضبط ده كان من وسائل الحفاظ على الصغير طرحت فكرة برضو في الحوار الوطني وعجبني جدا أنها طلعت في التوصيات ولقت قبال ودي لأن احنا أثناء المواقشات في التنسيقية لأن فيه كثير من الأمهات بتبقى نفسها تخرج الأموال دي في شكل عقار في شكل شقة حاجة بحيث أن يبقى استثمارها أعلى وفي نفس الوقت ببقى ضمنت للصغير ده لما يجبر ويبلغ سنو الرجل يبقى عنده العقار بتاعه الخاص بيه لو ولد هيسكم فيه لو بنتها تسكم فيه أو تأجره يبقى برضو في نفس الوقت حافظت على القيمة المالية بشكل أعلى فكنت طرحت في الحوار الوطني أن يتم بروتوكول تعاون ما بين وزارة العدل ووزارة الإسكان على أن هذه الأموال ممكن شراء بيها شواء استثمارية تبع وزارة الإسكان ده بقى هيسهل على الأمه حاجات كتير أولا طبعا المخالفات اللي احنا عارفينها في المحليات دلوقتي صفحة العقار وسلامته وسبوتيته فهيأمن لها ده تاني حاجة هيوفر لها سبل أمان في أن مش هيتضحك عليها بقى مش هتخلش بدولامة خبير والخبير ممكن يلاقي العقار أعلى أو أقل في السعر فبالتالي هيبقى خلاص العقار مسعر حكومي بسعر عادل عقار مؤمن هيتم شراءه من أموال القاصرة عن طريق الواصي بس طبعا بالتنصيق بين الوزارتين ده عظيم جدا شايفين الموضوع محتاج جلسات حوار مجتمعي محتاجين نشرك الناس أكتر محتاجين ننزل ونعمل أبحاث ونسأل السيدات اللي اتعرضوا لمثل هذه المواقف صعوبات اللي بيوجهوها ولا كل حاجة واضحة بالفعل قدامنا أعتقد أن كل حاجة واضحة والحوار الوطني بيضم القوى السياسية والأحزاب والمجتمع المدني كله ممثل بالجمعيات النسوية بالاقتلافات فبالتالي كل فئات المجتمع ممثلة فيه فنحن مش محتاجين استطلعات للرأي نحن عندنا المشكلة نحن محتاجين حلول للمشكلة وليس هناك بحث وتقصي على المشكلة أن المشكلة واضحة وضوح للعيان فبالنسبة لنا لأ نحط إدنا على المشكلة نحل كفية تصدير مشاكل نحن محتاجين حلول نحن محتاجين حضراتكم تبقوا وراء الموضوع ده لغاية ما يتحل بالفعل أنتوا بدأتوا خطوة مهمة جدا جدا طرحوكم للمشكلة في البداية كانت خطوة مهمة منقشتكم ليها وطرح بعض الحلول ليها دي كمان حاجة مهمة لكن الأهم من ده كله تغيير القانون نحن لازم نغير النهاردة الموجود ونغير الواقع اللي عايشوا ملايين خليني أقول لا أعرفش العدد العديد مليون وربعمائة ألف ده كان آخر حاجة قد إيه؟ مليون وربعمائة ألف ده كان آخر حاجة لوزيرة قالتوا من سنة أسرة مليون وربعمائة طفل طفل هي 3 مليون أرملة و300 تقريبا مليون وربعمائة طفل ده كان آخر حاجة وصلت لها وزارة طواما من سنة طبيعيا العدد هيكون تزيد رقم كبير جدا ما نحبش أن نشوف أطفال مصريين بيمروا بأي معاناة أيا كانت وده دور الإعلام أن نكون منبر لطرح هذه المشكلات ودور طبعا الحوار الوطني دور أنه يطرح مثل هذه المشكلات وأنه يطلع بمخرجات مهمة لمنقشة تعديل قانون الوصاية والولاية كل شكرا لكم طبعا سيدة نائبة إيمان الألف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسيسيين والشاركات في الجلسة وأيضا سيدة نائبة ألفة المزلاوي طبعا كمان عضو مجلس النواب وإحدى المشاركين في الحوار نشكركم جزيل الشكر على مشاركتكم معنا النهار شرفتون أفضل شكرا لكم